كيف تنشئ تطبيق اندرويد بكل سهولة لموقعك او مدوينتك تطبيق احترافي 100% ويمكنك ان تضع فيه اعلانات الخاصة بك للربح عن طريق ادموب هذا الدرس طبعا في اطار دورتنا حول تحدي ربح 500 دولار فتابعوا معي الشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله سأريكم كيف تقومون بتصمين تطبيق اندرويد احترافي هذا ما طلبتموه مني وسأشرحه لكم بالتفصيل طبعا الموقع الذي سنشرحه اليوم هو موقع احترافي وليس ذلك التطبيق الذي ترونه في جروبات الفيسبوك او في شرحات اليوتيوب فالتطبيق احترافي 100% كما تلاحظون هنا في هذا يعني هذه هي تقريبا الواجهة الخاصة بهذا التطبيق كما ترون هي واجهة احترافية رائعة جدا فسأريكم خطوة بخطوة كيف سنقوم بعمل التبويبات وانشاء التطبيق وان اردتم يمكن ان نقوم ايضا في دروس قادمة بوضعه في جوجل بلاي وكيفية تفعيل اعلنت اد موب والربحي منه اذا نبدأ على بركة الله الموقع المستخدم بالشرح هو موقع ابيت موقع احترافي ممتاز جدا يعني وسهل للمبتدئين يمكنكم طبعا ان تقوموا بتحويل اي موقع او اي مدونة الى تطبيق اندرويد بسهولة هنا ستضغط على create app هنا ستسمي اسم التطبيق هنا مثلا سأسميه اح لا ادري مثلا مدونة الاربح هنا package name package name يجب ان يوضعه بنسبة مثل هذه الفورما com نقطة اسم الموقع نقطة شيء اخر مثلا لو كان موقعك المحترف.com فستسميه .com.almحترف.app مثلا هنا ساقوم بوضعه بنفس هاتي الطريقة طبعا يجب ان يكون الاسم مختلفا عن الاسماء التي وضعتها سابقا هنا هناك black template وهناك يعني template الاخرة وهنا ان اردت يعني ان تستهد دماء template القديمة انا انسخ بيعني ان تكون يعني 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 template بيضاء يعني template جديدة نعم ممتاز هنا سهلون جدا هنا طبعا ال version name هذا في حالة انه هاتي ليست اول مرة تقوم بوضع تطبيق ان اردت ان تضع له مثلا ال version 2.0 الى خيره فانت ستقوم بوضع ال version لو كانت اول مرة فضع فاتركها 1.2.0 وهنا طبعا الايقونة الخاصة بالتطبيق هنا ال notification الخاصة بالتطبيق وهنا ال header الذي سيظهر في يعني مثلا في جوجل بلاي او غيره في يعني مهم جدا ان تهتم بهذه المواصفات كي يكون التطبيق الذي تضعه يعني احترافيا هنا سنقوم بانشاء التبويبات هنا التبويض فيدكويري لا ارى اي فائدة له ساقوم بوضعه نحو الاسفل هنا ال all stars يعني هذه المفضلة مهمة جدا سنضع يعني تقريبا كل التطبيقات تكون هي في المكان الاول فسنترك المفضلة ثم سنقوم باضافة يعني التبويبات التي نحتاجها كيف نقوم باضافتها ستضغط هنا go to new model ثم ستضغط هنا اسفل فيد ارسيس او اتم يعني ثم مثلا هذا التبويب الخاص بك مثلا عندك باب يسمى تطبيقات اندرويد وهنا الميني اوردر يعني تستطيع تعديل عليه يعني 0246 الى اخيره انت يمكن ان تعديله لاحقا يعني عن طريق الاسم مثل ما وضعت منذ قليل هنا مثلا انت ستبحث عن الارسيس الخاص بك وستقوم باضافته هنا ان لم تكن تمتلك يعني الرابط الخاص بالارسيس الخاص بك فيمكنك ان تستعمل موقع رائع وهو موقع feedburner الذي يمكنك من انشاء الرسيس يعني خذ القسم الخاص بك مثلا هنا في مدونة الارباح ساخذ هذا مثلا قسم اربح من الانترنت اقوم بنسخه اقوم بوضعه في feedburner ثم اعود هنا واضع الرابط هنا وعندما اضع الرابط يعني فسيضاف القسم اوتوماتيكيا هنا مهم جدا ان تضع هذه الايقونة لاننا هنا مواقعنا باللغة العربية لو كنت تقوم بوضع موقع باللغة الانجليزية لا تحتاج انها text rtl يعني text right to left من اليمين الى اليسار مهم جدا ان نؤشر على هذه الايقونة واللا سيكون المينيو على اليسار لن يكون احترافيا او جميلة بالمرة ممتاز وهنا سننزل الى اسفل هنا يعني هل تريد ان تترك المستخدم يضغط على delete انا لا احبذ هذه الخانة هنا طبعا ان اردت ان تتركها كما هي يمكن تركها وفي الاخر ستضغط على save وهكذا ستقوم بنفس الشيء لاضافة كل التبويبات انا مثلا في مدونة الارباح عندي قسم التسوق قسم الربح من البيتكوين قسم الربح من الانترنت قسم الربح من اليوتيوب فانت ستقوم بوضع كل التقسيمات كما قلت ووضع الفيد الخاص بها الفيد وليس الرابط هو الفيد اذا لم تكن تعرف كيف تنشئ الفيد الخاص بها ادخل على موقع feedburner وانشئ الفيد الخاص بها ممتاز وهنا بعد ان تكمل طبعا هذا الشيء فستقوم باضافته هنا عفوا سنعود الى التطبيق الجديد هنا سأضغط على موديل مرة اخرى وعندما تنشئ ذلك الفيد الذي هو التطبيق اندرويد انت تريد ان تضعه مثلا الثاني بعد المفضلة فستقوم بضغط عليه وهكذا سيصبح في التبويب الثاني نفس الشيء ستفعله بالنسبة لكل الصفحات الخاصة بك بالنسبة للاقسام ان اردنا اضافة اقسام الروابط يعني الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك فيمكننا اضافتها سأريكم الشكل نعم هنا مثلا انت عداء الاقسام تريد ان تضيف مواقع التواصل الاجتماعي مثل قناتك عبر يوتيوب صفحتك في فيسبوك انستغرام تويتر وغيره فهذا سهل جدا نقوم تقريبا بنفس الشيء الذي قمنا به منذ قليل وتقوم باضافة الموديل الخاص بها كيف ذلك ستضغط هنا لاحظ معي انه بالنسبة لتويتر فموجود يعني التويتر الخاص بها يعني هذا بالنسبة للبقية مثل صفحتك عبر مثلا عبر اليوتيوب مثلا هنا ساكتب يوتيوب ممتاز انت ستكتبها وكأنها يعني ويب ولكن ستضع هنا ويب لينك وهنا ستضع الارسس وليس اللينك بل الارسس الخاص بصفحتك عبر اليوتيوب الارسس وليس اللينك تركزوا جيدا معي نفس الشيء ستقوم به عند عمل الفيسبوك يعني الارسس وليس بالنسبة للفيسبوك لا تحتاج طبعا الارسس فيكفي ان تكتب اسم صفحتك وهنا لينك الصفحة طبعا يكفي فيه بالنسبة للفيسبوك ولكن في اليوتيوب يجب ان تضع الارسس لماذا الارسس؟ لانه كلما ستقدم فيديو جديد سيصل الى التطبيق اوتوماتيكيا بالنسبة لتويتر كما كنت أريكم منذ قليل فتويتر موجود يعني اوتوماتيكيا الضغط على البتا هاته التي كنتم ترونها وستضيفون ذلك نفس الشيء ان اردت ان تضيف حسابك في انستغرام انستغرام مثل الفيسبوك ضع فقط رابط الخاص بالانستغرام الخاص بك ولكن اذكر بالنسبة لليوتيوب ضع رابط الخاص بالارسس هنا مثلا في مدونة الارباه هنا قمنا بوضع كل ما نحتاجه من الايقونات الخاصة نسيت ان اذكر انه يجب لكل قسم ان تضع الايقونة الخاصة به لا تنسوا ذلك يعني ان تضع الايقونة الخاصة بالقسم كي تكون بشكل جميل ممتاز وهنا طبعا روابط في المواقع التواصل الاجتماعي هنا اردت تستطيع ان تضيف صفحات اخرى مثل الاعلان في الموقع مثل التواصل معنا اشياء من هذه القبيل اي صفحة كما يقول بالمصري ما لهاش لازمة فستضغط هنا يعني ستقوم بعدم تأشيرها كي لا تظهر في التطبيق يعني الصفحات التي لا ترى لها اي فائدة قم بوضعها في الاسفل واضغط على هذا يعني قم بتأشيرها بحف التأشير كي تهذف اوتوماتيكين وفقط اريد ان اريكم اخر نقطة لان اكيد سيأتيني عديد التساؤلات كيف اضع رابط الاراسيس رابط الاراسيس لليوتيوب سيكون بهذا الشكل يعني youtube.com slash feed slash video.xml نقطة استفهام وشانل اي دي و اي دي الشانل الخاصة بك هذا هو طبعا الرابط الاراسيس لليوتيوب ممتاز جدا وطبعا في النهاية عندما تقوم بالانتهاء من كل شيء ستضغط على save changes وحينها ستذهب الى my app عفوا ستذهب الى التطبيق بحد ذاته ممتاز وهنا اه طبعا هنا اه للموديول الخاص بنا هنا الستينك اه طبعا هنا في الستينك ستقوم بوضع اللغة التام هل تريد التام الدارك ام اللايت يعني ال الابيض ام الاسود انا ارى الابيض اجمل طبعا انت حسب ذوقك وهنا اهم قسم وهو قسم بويلد للحصول على تطبيقك فستضغط هنا submit to build ستنتظر تقريبا نصف ساعة ثم ستعود لنفس المكان لبويلد وستجد رابط هنا فستقوم بالضغط عليه وحينها تستطيع تحميل تطبيقك عندما تحبل تطبيقك كما كنتم ترون منذ قليل سيكون على هذه الشاكلة تقريبا يعني هاتهي الاقسام اللوغو الخاص بك هنا الاقسام يعني مثلا قسم الربح من الانترنت هذا قسم الربح من اليوتيوب وهذا قسم قناتنا عبر يوتيوب وهذا طبعا الرابط الخاص بالمعلن يعني الاعلانات الخاصة بك الاعلانات الخاصة بك لاضافتها يجب ان تمتلك طبعا حساب على add mob ان اردتم مني ساقوم ايضا بشرح كيف نضيف التطبيق في جوجل بلاي فهذا يحتاج يعني درسا لوحده كيفية انشاء حساب مطور جوجل بلاي وكيف نضيف التطبيق وكيف نضيف يعني الاعلانات الخاصة بنا هذا هو درسنا لهذا اليوم في دورة تحدي ربح 500 دولار لا تبخلوا علي بضغط لايك فانا دوما البي ما تطلبونه مني وان لم تكن مشتركا سابقا في مدونة الارباح اضغط على زر سبسكرايب شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا صاحب قناة دوما مزيزة اليوم ساقدم شكر خاص لقناة مدونة الارباح انا قناة جيدة وقد استفدت منها كثيرا شرحات ربحية رائعة ادعوكم الاشتراك فيها واتمن اظهري في الفيديو الاول للقناة